مرحبا اصدقائي كيف كون ان شاء الله انتم بخير اصدقائي اليوم رجعناكم جديد اليوم حبيت أساوي حلويات حلويات كلاياتكم تحبوها حلويات هذا نوع صورة الست طيبة كثير كثير حبيت أساوي الطريتي طيبة كثير كثير ما صحكم كمان تساوي يلا خليكم معنا حبيت أشاركم معنا تشوفوا طريقة كيف نحن عم ساوية اصدقائي شايفين هذا اول واحد هذا هو الاول فستو حلبي فستو حلبي ناعم وفي هنا صينية اصدقائي هذا الصينية يكون صينية ألمينيو مثل هذا حلوة كثير كثير هذه الصينية مثل شغل محلات شايفين الصينية كيف هذا خصوص الصينية الحلو ناجحة كثير كثير في هنا كمان شايفين هذا النوع كان طيب ناجحة كثير كثير بس ما كان فيه مننا جبت من هذا يلا خليكم معنا يلا أصدقائي اصدقائي 800 غرام فستو حلبي وهذه السمنة حلوبي أصدقائي طعم خرافي جدا جدا طعم طلزيز جدا يلا بسم الله الرحمن الرحيم حددا نفتحه من كياسه شايفين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شايفين تحطوها هيك أصدقائي تفردوها هيك تحطوها هيك على شكل كلها مساء وما بعض شايفين هيك تمدوها بالأول بدي قالكم شايفين هذا هيك بعد ما ما ديتوها تحسبوها مثلا لازم يطلعوا منا الست مربعات شايفين الستة هي طلعن واحد اتنين ثلاثة ومن النص شايفين هاي واحد هي اتنين هو من النص صيروا ثلاثة يعني تلاتة ثلاثة ستة لازم يطلعوا معاكن ست مربعات ست شقف شايفين هاي قطعنا واحد هاي تنتين يعني بس تقصوها تنتين بصيروا ثلاثة شقف شايفين اه هيك انتبهوا عليه بس يكون نفس اياس بعضها ومن النص اصدقائي بتاخدوه هيك شايفين بهذه الطريقة ايوه شوية شوية هيك بهذه الطريقة اصدقائي بطلع معاكن نفس الاياس يعني ست شقف نفس الاياس والبنسب اصدقائي تحطوها فوق بعضا هيك بحيث يكون دائما يكون فيها رطب يعني يكون فيها رطوبة اذا ما حطيتها فوق بعضا مثلا وتجب تكون تلفوها ببس الجوانب شو بصير معاك بصير بعود ما بينلف ببس تبس حطوا فوق بعضا هيك مشان دائما يكون رطب الرطب يكون احسن الطريقة اللف بساعدكم فيها يلا يا بسم الله الرحمن الرحيم دعونا نبدأ الثقائي بالمناسبة شايفين هذا البوري يكون بوري دبروه ولا البوري ما يكون تخينة كثير ولا رفيع كثير بهذه الطريقة بيزبط معكم بس بورجيتك 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 المبوري مشان كيف تدبروها من نفس المثلات والذقائي شايفين العجينة بمدوها هيك تحطوها هيك واحد وهي تنتين شايفين بس عدد تنتين ما هو اكتر ثلاثة تطلع تخينة كثير تطلع تخينة بعود السمنة والقطرة الشيرة ما تدخل لجوه يعني ما بينجح معاكن بس حطوها قطعتين بيكون احسن شايفين اصدقائي بالاول تحطوها هيك بوري دي كيس يخ وبتحطوه شوية الفستح حالة بترشوها شايفين هيك اصدقائي كمان ايوة تكمسوا بيدكن هيك وبمناسبة شايفين اصدقائي بتعيفوها هيك شوية تعيفوها ليش تقولولي ليش طيب عفتها هيك حط اصدقائي انا عفتها هيك مشان وده لفها هيك شايفين كيف انا نفيتها بتكبسوها بيدكن العجينة تلزق بعضها شايفين كيف تطلع لف؟ شايفين اصدقائي؟ هذا هو شايفين كيف طلعت؟ بها الطريقة حلوية يعني بتعيفوها شوي مو لا الاخير تلفوها ازا لفيت و لا الاخير بتعود من جوة تطلع مفتوحة ما بتزبط معك ايك لفوها عيفوها شوي وبعدين اسحبوا منها اكبسواها بعضها اسحبوا منها بتعود بهالطريقة العجينة تكبس تصير لفتها هيك نظامية ومن جوة ما بكون تتعود مفتوحة يعني تطلع ناجحة 100% هذا هو طريق اللف حلويات بقلاوس وارد الست طريقة ناجحة هيك يلا هيك شوي شوي منلفة انتم همس ما تنشأ معكم دايما تعوفوا هايك شايفين اصدقائي؟ اذا ما عفتوه هيك اصدقائي اه مثل ما تكبسوها بها اذا ما عفتوها شوي العجينة تعود من نص تكون مفتوحة ما بتزبط معكم اك احملوه بنفس الطريقة اللي انا بعملها عن جد نجحة كتير كتير وتطلع طعم خرافي طريقة ناجحة 100% امثل شغل محلات انا هلا عم بحط فستق حلبي نعمة اللي ضربتها عن ماكينة نعمة بس رشة صغيرة من نص مشان فستق حلبي تدخل من جوع كمان بس بعد ما نحن لفينا هنا اصدقائي عبنا الصينية كلها الفستق حلبي الخشن الحب منحطه من نص تطلع منظر منظر حلو تطلع منظر خرافي طعم خرافي ومنظر حلو يعني من طرفين تطلع شي رائع جداً ترى طريقة ناجحة كثير وصحكم فيها وصحكم فيها وصحكم فيها تطلع طعم خرافي ولا أرواع منها شي رائع جداً اصدقائي انا بالمناسبة انا جبت سمن الحلومي ولكن الحلومي احسن لانه مثل السمن العربي تطلع أطياب أطياب يعني طعم خرافي ولا أرواع منها انا جبت 500 جرام سمن الحلو بس ما بحط كلها بحطه بس 300 جرام ومشان ما تطلع تقيلة كتير كتير من السمنة بتعود ما بتتاكل من طعم السمنة السمنة ما يكون كتير كتير ما يكون قليل قليل يعني نص وسط حل وسط تطلع طعم خرافي ولا أرواع منها 300 جرام بتحطوها بالشي طنجرة الصغيرة وتحطوها على الغاز قبل ما تحطوها بالفرن أصدقائي بخمس عشر داية ربع ساعة عشر داية ولا أكتر أكتر منيك ما مصير عشر داية بتحطوها لبما تسخن الفرن وتعود تحطوها بالفرن مشان ليش مشان العجينة تعود تسحب السمنة بعد ما سحبت السمنة تأخذ راحتها بتحطوها بالفرن أصدقائي إذا ما دوبتوها للسمنة ما عملتوها مثل المي وبعدين هيك رشيتوها ما بصير ترى لأن السمنة إذا طلعتوها من علبة وحطيتوها هيك فوها تعود العجينة كلها ما بتسحب ما بتشرب السمنة ما بتصير هيك هيك تجرك معكم تقرب معكم يعني بالأول بعد ما شخلصتو كل شي شغلتو الفرن جيبوا سمنة مثلا 300 جرام تحطوها بشي طنجرة صغيرة تدوبوها يعني ما يكون سخنة كتير كتير مشان ما تشرك كمان العجينة بس هيكون فاترة بس تدوبوها تروبوها هيك بعدين تحطوها في العجينة لابا ما تسحب عشر ضايا بكون سخن معكم الفرن تحطوها بالفرن تطلع هيك طريقة ناجحة كتير كتير ورايع جدا أصدقائي بدأ لكم شي تاني مشان القطر اللي هو شيرة إذا بتكون تساوها أصدقائي أنا مناسبة لما عملتها مشان طويل فيديو كتير كتير لأنه إذا بدي أجي أصور الشيرة كمان القطرة بعدين يطول كتير كتير أصدقائي طريقة bisher كف تتعملها بالبيت أسرع منها مافي وأسهل منها مافي أصدقائي كاسين كاسين مو أربع كاسة سكر بالأول شي بتحطوا اربع كاسة سكر بعدين كاس مو اربع كاسات سكر كاستين مو الكاسات العصير هذوق العاديات ماسك أم يكون الياس تعرفوا اربع كاسات سكر كاستين مو تحطوها بالطنجرة وتغلوها وتحطوها ميت الزهر إذا أريد تكون مالا المناسبة كمان أصدقائي معلاتين اللي هو عصيرة الليمون كمان تحطوها معه وهو عم بيغلي وعندما حطيته الميت الزهر كمان تحطوه معلاتين عصيرة الليمون كمان تطلع شيرة ولا أربع من هيك ومتشوفوه أصدقائي هو عم تغلي غلية ثلاثة مثلا وعم تشوفها لأنه صار هيك عم تسمك لحال كن تطفوها ما يكون يغلي كتير كتير مش هما يتصير سميكة للشيرة لأنها سميكة كمان ما كويس وهيك بكون خلصنا من الشيرة بكون شيرة هيك طلعت الأطرة هو طلعت يعني شيرة ولا أروع من هيك أصدقائي يعني بإمكانكم أسهل وأسرع شي بتعمل هو الشيرة للحلويات للبقلاوة للأريسة تطلع طعم ولا أروع من هيك خرافي جدا وبنسبة لمية الزهر أصدقائي هذا أختياري لكم إذا أنتم بتحبتوا الطعم المية الزهر حطوه معه إذا ما بتحبوا ولا تحطوه معه أنا بناسبة أنا ما بحب مية الزهر كتير كتير ما بحط معه بالصراحة وأنت هذا أختياري برجع لكم وهيك بكون خلصنا من الشيرة وهيك نحن أصدقائي عمل اللف شايفين بالصراحة يعني هو طريق اللف بتكن تأسروا عيدكم شوية فيها لأنه بتأخذ وقت كتير معكم شايفين أصدقائي هيك شوية شوية بتشيلوها مثلا هذه الرائعة شايفين تن واحد تن تن انتبهوا علي أصدقائي تصار ثلاثة لأنه ثلاثة تطلع طخينة وما بتطلع طعمته طيب كتير كتير هذا هيك الطعطين بكافي وزيادة طعمته ولا أروع من هيك بتطلع الشيء لذيذ ورايع جدا أصدقائي هيك قلصنا طريقة اللف شايفين كيف طالعين الشكل تجنن نضيف حلبية ناعمة من الداخل ومن فوق و هذه هي السمنة 300 غرام نضيفها من كل الأطراف من كل الأطراف العجينة لكي يصحب السمنة إذا لم تصحب السمنة و بعد تحترق تصبح السمنة و هذا هو الطريق الناجحة 100% و تضيفه 10 ضعي و بعد ذلك تضيفه في الفرن لكي تشرب السمنة و هذا هو حرارة في الفرن و هذا هو حرارة في الفرن 200 يكون حامي جدا و هذا هو طلعت من الفرن و ترى كيف يحدث المنظر و هذا هو ماشاء الله و تضيفه الشيرة و يمكنك التضيف في الفرن الوضع و لا يكون حامي جدا 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 يعني فاتر و بالاول تغلوها الحرارة و بعد تمتعروا من فرن حلو ان البكلاوة تضيفها مباشرة و حاترات أن caduj حامي مباشرة رأينا أصدقائي عن جد منظر ولا عمي عن جد أصدقائي عن جد نجاح 100% وأنا عجبني كثير أحدها هذا ليس أول مرة كل مرة أعمل هكذا عن جد طعم طويل عروع من هكذا شكله ومنظر مثل محلات بالضبط شكله كثير رائع عن جد ولا أروع من هكذا تفضلوا أصدقائي اتفضلوا أنا أصدقائي أنا بنتظار تعليقاتك أكثر بالتعليقات أعجبكم وما أعجبكم وأصدقائي أنا كمان عملت هذا البقلاوة كمان بس ما صورتكم يا هذا البقلاوة غير بس عن جد كمان طيبة كثير أعجبني كثير كثير أصدقائي أنا بنتظار تعليقاتكم أعطوني رأيكم أعجبكم ولا ما أعجبكم أعطوني رأيكم عن جد أنا أعجبني كثير كثير وأنا بدي بهمني رأيكم كمان كثير بالتعليقات أصدقائي وصلنا على نهاية الفيديو أعطوني رأيكم